وننتقل برادار الأخبار إلى ملف آخر حيث أعلنت الرئاسة المصرية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق بشأن قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل بشأن ما تردد من أخبار في صحافة الإسرائيلية عن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 67 بشأن جنود مصريين جرى دفنهم في القدس جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد الذي قال إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع الأمر بإيجابية وشفافية بغية الوصول إلى الحقيقة كما قالت الرئاسة المصرية إن السيسي ولبيد تبادل وجهة النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفوضات السلام ينضم لنا الآن القاهرة مرسلنا سمير عمر سمير أهلا بك معنا إذن ملفات عدة تم تطرق إليها في هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد نتابعها معك تماما دل يمكن القول بأن هناك ثلاثة مستويات في هذا الاتصال الهاتف الذي أجره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المستوى الأول هو القضية الملحة والأكثر الحاحن في هذه الآونة بعد أن نشرت الصحافة الإسرائيلية ما مفاده قيام السلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 1967 بما يوصف بجريمة حرب عندما فتحت النار على عدد مجنود المصريين ودفنتهم في مقبرة جماعية دون إطلاع السلطات المصرية في هذا الحين على هذا الأمر هذا ما سنشر فيه الصحافة الإسرائيلية والذي أحدث موجة غضب شعبي واسعة النطاق في مصر بعدها بالأمس قبل أن يعلن عن هذا الاتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري كانت الخارجية المصرية قد أصدرت بإيلا قالت فيه أنها كلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة حقيقة هذا الأمر والتحقيق في ملابساتهم المستوى الأول في الاتصال بين السيسي والأبيد كان يتناول هذه القضية مع تعهد إسرائيلي بالتحقيق في هذه الواقعة وإطلاع الجانب المصري على التحقيقات وربما يكون هناك أيضا مشاركة من الجانب المصري للتحقيق في كشف ملابسات هذا الأمر هذا هو المستوى الأول الملح في هذا الاتصال الهاتف لكن المستوى الثاني أيضا ليس أقل أهمية من هذا الأمر وهو الدور المصري فيما قال عنه مئير لبيت باستقرار المنطقة واستمرار التهدئة في قطاع غزة وبين الفلسطين والإسرائيليين وتقديم الدعم الكافي للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل أن تطلع بمهمها في مواجهة ما ترتكبه إسرائيل من معوقات دائمة في هذا السياق المستوى الثالث وما يتعلق بما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة من لقاءات ثنائية أو ثلاثية مصر وإسرائيل بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بكيفية فتح أفاق التسوية مرة أخرى بعد أن سدت هذه التسوية بسبب السياسات الإسرائيلية كما ترى مصر وكما يرى الفلسطينيون وكما ترى الجامعة العربية أيضا شكرا لك مرسلنا سمير عمر كان معنا من القاهرة